التبعية الطاقية للسيدات والسادة النواب المحترمين دائماً من فريق العدالة والتنمية فلتفضل أحد وضع السؤال المشكورة لكم الكلمة السيد نائب محترم شكراً السيد الرئيس السيد الوزير المحترم تعتبر نسبة التبعية الطاقية جد مرتفعة إذ بلغت 93.9% السنة 2017 وعليه نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستقوم بها لتخفيض هذه النسبة وشكراً شكراً السيد نائب محترم السيد الوزير نسائل نائب محترم شكراً على هذا السؤال الفاتورة الطاقية لبلادنا ستصل 2019 حسب التقديرات والذي سنقدمها إن شاء الله في اللجنة 82 مليار درهم 82 مليار درهم طبعاً استطعنا الحمد لله أن ننزلهم 98% التبعية في 2017 كنا كنا نتكلمون على 93.9% اليوم كنا نتكلمون على 91.9% بمعنى أنه غادي نظراً لإنتاج الطاقات المتجديدة ثم نظراً أيضاً للنجاعة الطاقية طبعاً إذا قدروا الله حتى نكتشف شي شوية نزيد ونكتشف شي شوية ديالغاز وشوية ديالبيترول يمكن يساعد ذلك ولكن الطاقات المتجديدة تساهم تخفيض هذه التبعية الطاقية بل أكثر من ذلك تبعية الطاقية لا يوجد فقط تزود بالكترول والغاز إلى غير ذلك فيها أيضاً تزود بالكهرباء اليوم لدينا فائد الكهرباء الذي يمكننا صدره ثالثاً لدينا أيضاً استيراد المعدات التي نحتاجها في الطاقة اليوم أربعات المصانع لتصنع المعدات الطاقات المتجديدة بمعنى أنه برنامج مدميج حتى يمكننا إن شاء الله أن نكون عندنا واحد شوية ديال يعني الإنتاج الذاتي للطاقة ديالنا والمكوينة دياله شكراً سيد وزير سيدنا إبليت عقب تفضله بسم الله الرحمن الرحيم شكراً سيد الرئيس سيد الوزير المحترم في البداية لا بد من تنويه بالمجهودات التي بدلتها الدولة في مجال الطاقة والطاقة المتجديدة خصوصاً حقيقةً مؤشر التابعي الطاقية تحسن من 98% إلى 93.8% في 2017 وحالياً نسمع منكم 91% إلا أنه ما زال يشكل عبءاً ثقيلاً على ميزانية الدولة أزيد من 80 مليار سنتيم سنوياً ولذا نهيب بالوزارة اتخاذ جميع التدابير لتخفيض من هذه الفاتورة الطاقية الباهضة وفيها تصداد نقترح عليكم لاستمرار في ورش النجاعة الطاقية والذي يشكل ركيزة في النموذج التنموي المغربي وهو سبيل كذلك للحد من الارتهان الطاقي بالخارج ثانياً التنويع من مصادر الطاقة بما فيها ثمين نفايات المنزلية التكثيف من التنقيب عن النفط والغاس الطبيعي وهنا تأتي راهنية الشريع بدفع المقتضاية التعديل الأخير لقانون الطاقة المتجددة وهذا حلمان بالنسبة للمواطنين مما سيمكن المواطنين والخواص من إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة للاستعمال الذاتي وبيع الفائض عبر ضخش في الشبكة الوطنية وهذا الخيار سيكون له لا محالة أثار اجتماعية واقتصادية كتحسين الدخل وإحداث فرص الشغل وسيساعد كذلك على مواصلة إصلاح صندوق المخصة وأخيراً نطالب السيد الوزير بإقرار دعم الفلاحين لاستعمال الطاقة الشمسية عوض الغاز في ضخ المياه السقي دون إغفال البحث العلمي وشكراً شكراً سيد النائب المحترم هل هناك تعقيبات إضافية في الموضوع؟ تفضل سيد وزير شكراً سيد النائب المحترم يمكن أن أقول بأنكم لخصتم السياسة العامة للبلادين في مجال الطاقة هذه مناسبة من خضركم تم التوقيع بين المكتب الوطني من الكهرباء والماء مع شركة صوند التي استغلال في شراء الغاز الذي سيكون من تندررة والذي سيعطينا 31% الحاجة للمحطتين التي استعملوا الغاز أتمنى أن إن شاء الله يستعمل الغاز أفاق مستقبلية يستعمل الغاز لأننا الآن سوف نقص سوف نحيض وحتاج ضربة للإستيراد المتعلقة والألواح الشمسية بالنسبة للفلاحة تم الاتفاق مع وزارة الميليا وزارة الفلاحة لكي نعطيهم دعم للفلاحة لكي نجحوا ونجحوا ونجحوا بالنجاح الطاقة ونقصوا شكراً سيد الوزير شكراً شكراً